السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فمع الإلحاد الأسباب والعلاج لازلت أقدم الدواء والعلاج لشبابنا وأولادنا ومن أهم سبل الوقاية والعلاج وهو الدواء الحادي عشر أن يتصدى أهل العلم وأهل الفكر الرصين لشبهات الإلحاد ليرد عليها ردا علميا قويا بالحجة والدليل القرآني والنبوي والعقلي والدليل العلمي والمدي وقد ذكرنا كما كبيرا جدا من هذه الأدلة القرآنية والنبوية والعلمية والعقلية والمدية والكونية في المحور الأول من محاور هذا البرنامج الهادئ الهادف وأرجو من إخواني من أهل العلم والفكر أن لا يضعف أبدا أمام من يقول إن الملحدين لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة فيجب أن نرد عليهم بغير القرآن والسنة لا لا هذا خطأ كبير وهزيمة نفسية نكراء فالقرآن الكريم يا إخواني هو الذي خاطب الله به الكافرين والملحدين والمنكرين لوجود رب العالمين خاطب الله به الدهريين وخاطب الله به الطبائعيين أي عباد الطبيعة وخاطب به فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري ولا ينفتح قلب أو عقل لأي قول مهما كانت بلاغة صاحبه لم ينفتح لكلام الله وكلام رسوله إن لم ينفتح القلب لكلام الله ورسوله فلأي كلام ينفتح وبأي كلام يفتح إن لم ينفتح العقل لكلام الله ورسوله فلأي كلام يفتح وبأي كلام يفتح لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان الأصلان العظيمان هم القرآن والسنة لا ينبغي أبدا أن نضعف وأن نحاول البحث عن كلام بعيد عن كلام الله وكلام رسول الله في مخاطبة من اعتنقوا فكرة الإلحاد أو منهج الإلحاد وأنا في الوقت ذاته لا أمانع أبدا من أن نستدل بالأدلة التي توصل إليها العلم الحديث لا مانع من أن نستدل بها وأن نوظفها توظيفا تربويا وإيمانيا لمخاطبة عقول وقلوب شبابنا لكن أرجو أن يقوم بهذه المهمة السامية والوظيفة الراقية أهل الخبرة أهل العلم المتين أهل الفهم الدقيق أهل الوعي العميق لأننا نتعرض الآن لمحنة قاسية حين يخرج من أهل العلم من يرد على الملحدين بردود أضعف من الشبهات التي يثيرها الملحدون ويطرحها من اعتنق فكرة الإلحاد هذا يضر هذا يفسد جدا ولذلك يجب أن تكون المناقشات والمناظرات لمن وقع في الإلحاد لأفرادهم ومجموعاتهم بعيدا عن العلن لماذا الإعلام في مناقشة هذه الشبهات الخطيرة لماذا لا يجلس العالم في مكان هذه المجموعات أو هؤلاء الأفراد لماذا لا يجلس معهم بقلب مفتوح وصدر متسع ليسمع الشبهات التي يطرحونها ثم يرد عليها ردا علميا قرآنيا ونبويا وعلميا بالأدلة العقلية والأدلة العلمية حتى يقطع الشبهة من جذورها أما أن يهتدي هؤلاء أو لا يهتدون هذا ليس للعالم ليس عليك هداهم ولكن الله ياد من يشاء أما أن تكون المناقشات والمناظرات علنية في وسائل الإعلام فهذا خطير فكم من قلوب وعقول ضعيفة ربما تتأثر بمجرد طرح الشبهة ويزداد الأمر خطرا إذا كان رد الشبهة أضعفا من الشبهة ذاتها أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأولادنا من كل شر وسوء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته